خلينا نكمل مع حضراتكم لأنه برضو الخبر اللي جاي مهم جدا أرسل النادي الأهلي خطاب لباترس موتسابي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة بعيدا عن الفرق الأربعة اللي مفروض تتسابق فيه الدور قبل النهائي للبطولة وجاء في الخطاب يعني زي ما اتقال كده بالزبط هو أنه نظرا لأن كافلم يعلن عن الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن هو الأمر اللي كان يعني ينتظر أو بينتظر الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر وقبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنفسة إلى أربعة فقط وهي التي بتتنافس حاليا في الدور قبل النهائي للبطولة وبيطالب أو طالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ التكافؤ أو تكافؤ الفرص وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائية في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر خاصة أن هذا بيتنافى مع قواعد اللعب النظيف وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الأفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحافظ أو يحفظ حقوق الفرق الأربعة أعتقد خطاب في غاية الاحترام وفكرة أن النادي الأهلي برضو صباق في هذه الأمور فكرة أن أنت بتطالب بالعدالة فكرة أن عمرك ما تكلمت أن أنت عايز حاجة أو أفضلية لك أنت بتتحدث أن يكون في عدالة للأربع فرق ويبقى في عدالة أن ما فيش حد يكون بيلعب على أرضه وسط جمهوره علشان أكيد دي بتبقى adding value أو زي ما بتقال بتبقى نقطة لصالح هذا الفريق فأعتقد شيء في غاية الاحترام أنا عجبني جدا وليس كتيرة جدا كانت على السوشيل ميديا على فكرة مبارح معلقة على هذا الموضوع فنتمنى فعلا حدوث ذلك أنا رأيي أنه ده لازم يتم بسرعة وعموماً هتنتضح الصورة أكتر خلال ساعات من دلوقتي